السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين. لبسح لكم زيانين ومرهانية. كانت بنا تكونوا بخير وعلى خير. وكانت بنا يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا فيديو جديد وصفة جديدة. جبت لكم الوصفة ديال اللقنية. ولا لقنين. احنا في المنطقة الشرقية كنقولوا لقنين. كاللي كي عجبوا لقنين. وكاللي ما كي عجبوش. كل واحد والرأي ديالو. كاللي ما كي عجبوش حيث كيقولوا ان الرسل صلاة على الوصلي كان ما ياكلش اللحم ديال اللقنين. بالفعل كان ما ياكلش ولكن مش حرمو. وانما رفضو لاسباب. هو اللحم ديالو قنية صراحة رهزوين. مش مش يباسل ولا مش يزوين ولا شي حاجة. غايكل واحد والخاطر ديالو. كاللي كي بغي يأكلو كاللي ما كي بغيش يأكلو. الطريقة ديالو كاي لحم. بحال لحم ديال الجاج ولا لحم ديال الحولي ولا لحم ديال البكرية يعني كل واحد يطيبو. يعني الطريقة اللي بغي. بحال لي كي يستعمل اي لحم كيف ممكن النوع ديالو. اه كي شدو كي يدبحوه اه يدبحوه في الدار ولا يعطوه الشي واحد اللي كيعرف يدبحو ولا يدوه عند القزار بالنسبة لي نحنا يا صفتنا القزار القزار هو اللي يدبحوه هو اللي يسلخو. نحنا فقط عدل ناحية يدنالو ذاك الشيلي في الكرش ديالو بحال بحال مالي كتنقوه الحولي في العيد المهم المصران وذاك الشيلي في الكرش عادي كنغسله مزيان بالخل والملحة المهم والحامض المهم يتغسله مزيان مزيان بعد ما غادي اه اه يدبحوه. وكل واحد الطريقة ديالو احنا هنا يا غادي نحمرو نحمرو ونقدموه مع اي حاجة تقدرو تقدموه مع الفريد ولا اه مرافق مع شي حاجة اخرى مهم اه احنا هنا يا غادي نديروه ونحمر هكا غادي يعجب الكل شيء اما بالنسبة للمقادر فانك نحتاج المقادر اللي هو مبساط جدا جدا اللي موجودن في المطبخ ديالنا عدنا خرقهم سكنجبير ملحة في الفلة حميرة عندي قصبرو مع دنوس والتومة كل واحد ديال اختيار ديالو انا درت هنا ربعا ديال فصوصة عندي هنا اه نصف حامضة معصورة كما كتعارفو جميع ان الحامض كي يقلع جميع اه الانواع ديال الزفورية المولوي الغيضة اي تقدروا تديرو تقدروا ما تديرو شو عندي هنا الزيت البلدية اه تقدروا تديرو الزيت البلدية ولا تديرو الزيت الرومية عادي اما هنا يا غادي نجيبوا واحد القسعة ولا واحد البول ولا شي بسينة ولا اي حاجة غادي نجيبوها وغادي نحضروا فيها الترميلة ديالنا غادي نشرملو اول حاجة زيت البلدية زيت البلدية غادي نديرو القياس اللي بغينا اللي كي بغي يبغي ابنه ديالها يقدر يدير شوية ولا يكتر ولا كل واحد حسب الرغبة دياله فهديك البلدأنلوش يبغيه ولا ما يبغيهاش وغادي نديرو العطرية الملحة غادي نتحكمه كل واحد يدير الماضاق اللي بغى هوكل يكتر كلي ماكترش يقصبرون عن النوس يعني تشرميلة عادية تشرميلة المغربية معروفة هي اللي غادي نستعمله. اه بالنسبة لتمات تقدروا تحكوها تقدروا تقطعوها بحل هكا تشلدوها كيف ما بغتوا تديرو لها ديرو لها الاختيار ديالكم احسن لو كان تحكوها كان احسن حتم اللي غادي تحكوها اضغية غادي تحكوها ما غاديش تدير شي وقت لي هو طويل وانما اضغية غادي تحكوها كان اللي يعجب له يحكوها كان اللي يعجب له يشلدها مولوين غذائي هذا فقط اختياري ماشي ضروري نزيد واحد اه اربعة ولا خمسة ديال معالق كبار ديال المغ وغادي نشرملو اه القنية ديالنا بهذا الطريقة هادي كنظرنا انا كل شي كاعرفي شرمل القنية ماشي القنية يعني شرمل اي حب حالي كتشرملو الجياز ولا تشرملو الحوت ولا المهم عادي ترميلة عادية نستمرو في هذه الطريقة السرحة راكي جيبنين غين عدلو له ترميلة مزيان نكتروا الحامض التمر قصبر معد نثر كيجدك شي وعر اما من اللي كيجيب الفران وكيض حمر ما نقول لكم مش كيجي لبنة ديالو يعني وعر بزف بزف اه بالنسبة احنا هنا يراح نقسمنا ولكن تقدروا تخليها هاكيك طويلة المهم الاحسن قسمناها العجوج على هاكي هنا في كوكوت غادي نطيبو غادي نبدو نطيبو عندي آآ البصلة منشل ضائرة ندرتها في كوكوت مهم غادي نخلي هاديك البصلة تقلى شوية في الكوكوت وغادي نزيدو عليها هاديك القنية ومهم غادي نديرو عليها هادي المرق ديالو وغادي نديرو عليها الماء ونخليو هي طيب وبالنسبة اللي يبغاه يدخلو مباشرة الفران يقدر يديرو ففست بابي آلومينيوم يغطيهم زيان ويدخلو الفران من اللي يدخلو الفران آآ ينقص الفران ويخليها راه يطيب الرأس ومتي يحس به طب ويحيد لو دك بابي آلومينيوم وكيخليها يتحمل كل واحده الرغبة ديالو كل واحده الاختيار ديالو كل واحده كيفاش يقدر يستهلكو آآ بالنسبة لهذه الحمرة ها ماشي شي طريقة اللي صعيبة صعيبة يعني بحلو بحل الجاج هادي بحل الطريقة اللي غادي تديرو الجاج هادي تديروها اللقنية هنا يا راح نحمرنا في الفران الفيديو اللي كنت حضرتو من دخلتو الفران مش عالي المهم هنا يا راح نخرجناه بالفران وغادي نقدمو هادي الكبدة ديالو حتى هي راح احنا قطعناها وغادي نقدمو هم عاش بيدي اللي ثريت وكل واحده رافقه باش مما بغا وحكا الطبق ديالنا راح واجد كنت منت دعموني بلايك واشتراك اللي ما مشتركش في القناة وشي تعلق يكون محفز للفيديو وليما لك ان انتقاد مش مشكل وإلى اللقاء إلى فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة